طبعاً هذه المسألة مسألة الجائز في حق الله ومسألة الإشقاء والإسعاد وبعثة الرسل وإلى ما يتبع ذلك هذه أشرت لها إشارة لطيفة من استمر في المستويات المتقدمة سيتضح له الأمر أكثر لأنها من الأمور التي دار عليها خلاف ولها أصولها وقواعدها وهناك مرجحات على بطلان مذاهب الخصوم والمبتدئ يعني هذه الأمور لا يدركها صعبة عليه أقول هذا محكم وهذا متشابه وهذا نص وهذا ظاهر والراجح كذا إلى ما يتبع ذلك فيكون في صعوبة لأنك إذا شرحت هذه الأمور للمبتدئ ستبدأ بشرح ألفاظك التي تتكلم فيها والمبتدئ لا يستوعبها هكذا بداية لكن خلاصة المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل شيء يجوز في حق فعل كل ممكن وتركه أن يوجده أو أن لا يوجده ويدخل في ذلك الكفر والإيمان وإلى ما يتبع ذلك من الأفعال والخيرات والشغل